يَا أَلَّهُ 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 وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه من هذا اليوم إن شاء الله تعالى سوف ندخل في بحث أو البحث الأول الذي نعتقده في مباحث التعارض وهو البحث في الضرورة عرض الروايات الواردة عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على كتاب الله وهي ما تعرف بروايات العرض على الكتاب طبعا لا يخفى على الأعزة الروايات الواردة في العرض أو عرض الروايات على الكتاب كثيرة وفي مختلف الأبواب وبعد ذلك سنقف على ألسنتها على أسنادها على مضامينها على كونها أخبار آحاد أو ليست أخبار آحاد هل هي متواترة هل هي مستفيضة وأهم الأبحاث التي سنقف عندها هو أنها هذه الروايات هي أيضا لا بد أن تعرض على الكتاب هل هي موافقة للكتاب أو مخالفة ماذا للكتاب لأنه الروايات قالت كل ما جاءكم عنها فهذه روايات جاءت عنهم فهل هي شاملة لنفسها أيضا لا بد من عرضها على الكتاب أو أنها ليست شاملة لنفسها أبحاث مهمة وضرورية وتمثل أعزائي ركنا ونقطة منهجية أساسية في مبانينا عموما يعني أنا هذه الروايات أعتقدها مو أعتقدها وإنما أعتبرها واحدا من أهم ركائز حركة الاستنباط في منهجي الذي أعتمده وهي روايات العرض على الكتاب وإن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح أنه لا أخصص ذلك فقط بالروايات العقائدية بل تشمل العقائدية وتشمل الأخلاقية وتشمل الفقهية بعد ذلك إن شاء الله كل هذه الأبحاث مفردة مفردة إن شاء الله سنقف عليها بإذن الله تعالى ولكن قبل الدخول أعزائي في ذلك لابد من الإشارة إلى بعض المقدمات هذه المقدمات أشرنا إليها إجمالا ولكن هنا أريد أن أشير إليها مستدلة مبينة من كلمات علماء المسلمين الأصل الأول أو المقدمة الأولى أعزائي أنه لا إشكال ولا شبهة أن للحديث دوراً أساسياً في فهم وتفسير منظومة المعارف الديني يعني هذه النظرية التي هي في قبال نظرية كفانا أو حسبنا كتاب الله لا هذه النظرية تقول بأنه لو لا السنة لما أمكن الوقوف ماذا؟ على المعارف الدينية من القرآن الكريم السنة هي التي تعطينا القدرة على فهم جميع المعارف الدينية من القرآن الكريم وإلا لو لا السنة لما أمكن ماذا؟ لما أمكن ذلك خلوا ذهنكم يمي قد يقول قائل سيدنا هذا لازمه إذن القرآن لكي يفهم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى السنة وهذا يلزم أن يكون القرآن محتاجاً إلى من؟ إلى السنة وهذا خلاف قوله تعالى تبياناً لكل شيء الجواب مراراً ذكرنا أعزائي هذا الإشكالية أعزائي إشكالية أوردوها على حديث الثقلين ونحن نستطيع أن نورد هذه الإشكالية عليهم نقضاً خلي ذهنكم ما هي الإشكالية؟ يقولون حديث الثقلين يقول كتاب الله وعترتي سؤال يعني أن كتاب الله وحده غير كافي؟ فإن قلت كافي يقول ما الحاجة إلى العترة وإن قلت غير كافي يقول هذا خلاف النص القرآني الذي يقول تبياناً لكل شيء إذن ما الحاجة إلى العترة؟ إلا أن تلتزموا أن القرآن ماذا؟ أن القرآن ناقص أن القرآن محتاج أن القرآن وهذا كله لا يمكن لمسلم أن يلتزم به هذه الإشكالية أساسية على حديث الثقلين أعزائي وعادة في كتب التي كتبت عن حديث الثقلين لا يوجد ذكر لهذه الإشكالية هذه من الإشكاليات الحديثة على حديث الثقلين مقديمة وهو أنه أنتم تقولون كتاب الله وعترتي أهل بيتي خب ظاهر العطفم العرضية يعني كتاب بلا عترة كافي أو غير كافي يقولون غير كافي إذن القرآن محتاج إلى ماذا؟ إلى العترة الجواب نقضاً وحلاً أما النقض أنتم ماذا تقولون في السنة؟ أن الكتاب يحتاج إلى السنة أو لا يحتاج؟ سنة رسول الله حديث رسول الله يحتاج أو لا يحتاج؟ فإن قلتم لا يحتاج هذا خلاف ما تتبنونه وإن قلتم يحتاج إذن يلزم أن يكون القرآن أيضاً ماذا؟ ناقص فما تقولونه في السنة نقوله ماذا؟ نقوله في العترة هذا الجواب كما يقال ماذا؟ الجواب النقضي ولكن تعلمون مراراً أن الجواب النقضي مو فقط لا يحل المشكلة بل يزيد الإشكال ماذا؟ إشكال ما هو الجواب الحلي؟ خلي ذهنكم جيداً الجواب الحلي في جملة واحدة أعزائي الجواب الحلي وهو ليس القرآن في نفسه محتاجاً إلى السنة والعترة يعني الرواية من الرسول والرواية من المعصوم أنا لكي أفهم القرآن محتاج إلى السنة وإلى العترة مو القرآن محتاج القرآن ماذا؟ كامل غني بيان نور ولكن هل يستطيع كل أحد غير النبي وأوصيائه أن يبينوا كل ما فيه أو لا يستطيعون الجواب مو القرآن ناقص أنا لست قادراً على أن أفهم أضرب لك مثال هاي الكتب الطبية المكتوبة للأطباء وللمتخصصين كل الأمراض وأدويتها موجودة فيها أو غير موجودة ها؟ موجودة أو غير موجودة نعم هي المراجع الأصلية للأطباء اللي يديرونها في الجامعات السؤال أنت جنابك تستطيع أن ترجع إليها لتشخص مرضك ودوائك أو لا تستطيع ها؟ لمن ترجع ترجع إلى المتخصص وهو ماذا؟ وهو الطبيب هذا مو معناه أن الكتاب محتاج إلى الطبيب أنت محتاج إلى الطبيب لفهم ماذا؟ لفهم الكتاب فرق كبير بين أن الكتاب محتاج إلى الطبيب وهو العكس صحيح وهو أن الطبيب محتاج إلى الكتاب ولكن أنا لا أستطيع أن أرجع إلى الكتب الطبيب إلا بمساعدة من؟ إلا بمساعدة فالنقص في المستفيد في القابل لا في القرآن الكريم هذا الجواب النقضي والحل لها لا إشكال أن السنة لها دور سيدنا ما الدليل على ذلك قرآنية؟ على القاعدة نريد أن نمشي على القاعدة بعد من قال لنا؟ من قال لكم أننا نحتاج إلى السنة؟ الجواب القرآن هو قال لنا أنكم تحتاجون إلى ماذا؟ إلى رسولي لتبين للناس ما نزل إليه فإذن القرآن يحتاج إلى ماذا؟ شنو يحتاج؟ ها؟ يحتاج إلى بيان لا القرآن هو بيان هذا بيان يحتاج إلى تبيان الجواب كلا تبيان لعد ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تبيين لتبين للناس ما نزل إليه الآن ما رد أقف عند هذا البحث التفسيري اللي لعلي في ذهني لعلي لأول مرة أطرحه في كتاب منطق فهم القرآن أعزائي في صفحة الجزء الأول صفحة تسعة وثمانين الإخوة يراجعون هذا البحث هناك هناك في صفحة تسعة وثمانين الفرق بين البيانية والتبيانية والتبيينية لأن القرآن يعبر عن نفسه بيان ويعبر عن نفسه تبيان ومع ذلك يقول لرسوله ماذا؟ لتبين وإذا كان بيان يحتاج أو لا يحتاج الجواب لا هو بيان وتبيان لطبقة خاصة هاي الطبقة الخاصة لابد ماذا؟ أن تفسره وتبينه وتوضحه لمن؟ للأمة وهذه هي وظيفة الرسول العظيم فالرسول الأعظم هو أول ماذا؟ هو أول مبين أول مفسر أول موضح سؤال كل قرآن لتبين للناس ما نزل إليهم خب من يقول أنه يجب علينا أن نقبل ما بينه لنا؟ لو كان في القرآن خب لأخذناه مباشرة بلا بياني ولكن يظهر أن الذي دي يبين موجود في القرآن أو غير موجود غير موجود بشكل عام في القرآن من هنا ماذا قال لنا القرآن الكريم؟ قال ما آتاكم الرسول فاخذوه إلهي هذا الذي آتانا من عندك يقول لا موجود في القرآن يقول لو كان موجود في القرآن وما يحتاج أقول خذوه من رسولي ما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه نهاكم عنه فانته لماذا؟ لماذا؟ قال لأنه ما ينطق عن الهو إن هو إلا وحي يحى وهذا هو من أهم هذه البيانة هذه الآيات الثلاث من أهم الأدلة على احتياجنا إلى السنة لفهم ماذا؟ لفهم القرآن طبعا إحنا عندما نقول سنة مقصودنا سنة بالمعنى العام الذي يشمل النبي ولا إمه هم عندما يقولون السنة مرادهم ماذا؟ ما يقوله الرسول والصحابة وإلا أطمئنهم هم من يقولون فقط الرسول هم من يقولون الرسول وفهم الصحابة يعني بعبارة أخرى لا يفترقون معنى نحن نقول النبي والأم هم يقولون النبي وماذا؟ والصحابة ولذا في كتبهم الأصولية كتبوا سنة الصحابة ولذا صرحوا قالوا إذا الصحابة قال قولا أو فعل فعلا وليس له معارفة حج عجيب شون يصر الحجة؟ يقول بليل لأنه يقينا هذا الصحابة عادل خوش آدمي فعندما عمل عملا أو قال قولا من يلا ما أخذه؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله الأصل أنه عادل أمين ونحو ذلك إذن أعزائي لا يتبادر إلى ذهنك ترى إحنا موسعين السنة إلى الأئمة هم مقصريها على الرسول لا والله أبدا هم قالوها للنبي والصحابة وإحنا قلناها للنبي ماذا؟ ولا أئمة هذا كبحث آخر هم يقولوا لا نخالف لا نخالف يقول لنا أحكام لا إيّ شيخنا هذا أني أحكام لا إيّ يعتبرونها لا يوجد أحد منهم يقول قال رسول الله وأقول وإذا قال قلت يقول صدر منه لا إيّا هذا بيّنت مرارا أنه عدهم أجوبتهم العلمية لهذه حتى في قضية المتعة متعتان كانت وأحرمهما خصوصا في متعة النساء ليس متعة الحج في متعة النساء يقول كان حكما ماذا؟ كان حكما ولائيا صدر من النبي فمن حق ولي الأمر نعم من حقك أن تناقش الصغرى تقول هذا جنو هذا مو ولي أمر مو أنه إذا قبلت ولي أمر فإنه كما الآن انت جنامك مولانا في دولة أحكام الولاية مولانا تقبلها مولانا وترى بأن التعدد ممنوع وأن المتعة ممنوعة بعض الشيء على أي الأحوال خلينا من هذا البحث لن ندخل بأفضل النهوية على أي الأحوال أعزائي إذن خلوا ذهنكم يمي إذن هم أيضا قالوا بأنه ماذا؟ أنه السنة مو مقتصرة على الرسول وإنما تشمل غير الرسول هم أيضا قالوا إذا اجتمعت الصحابة على شيء فإنها مورثة للعصمة نحن أيضا نقول عصمة هم يقولون بالعصمة نعم لا يعطون العصمة للشخص وإنما يعطوها ماذا؟ للإجماع وهذا ما صرحوا به ولذا كل المباني العقدية الموجودة عدنا عدم موجودة أيضا هم يعتقدون أن السنة مو مقتصرة على الرسول وأن العصمة مو مقتصرة على الرسول وإنما موجودة بعد الرسول نعم يقولون نحن نخالفكم أين؟ في المصداق أنت تقولون الأئمة نحن نقول ماذا؟ الصحابة على الحسابة فاتبحث ما رد أدخل فيه إذن أعزائي المقدمة الأولى هو أنه السنة السنة بأي معنى فسرت السنة؟ إما سنة الرسول سنة الصحابة سنة الأئمة هذا بعد بحث مصداقي وليس بحثا ماذا؟ بحثا كبراويا صغراوي هذا السنة لها دور أساسي في فهم المعارف الدينية ولولا السنة لما أمكن ماذا؟ فهم المعارف الدينية على الإطلاق لا لحاجة القرآن إلى السنة بل لحاجتنا لفهم ماذا؟ لفهم القرآن والروايات التي وردت عن الفريقين أعزائي كثيرة جدا من طرقنا واضحة أما من طرقهم فمنها ما ورد في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري المتوفى 329 هناك يقول قال رسول الله ليوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديثي فيقول فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدناه فيه من حلال استحللناه وما وجدناه فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله هذه الرواية مولاناة وردت في عشرات المصادر أخرجه الدارمي في الحديث 587 والترمذي في الحديث 2664 وصححه الألباني في جامع الصغيح في الجامع الصغير والمشكات وغيره وغيره إلى غيره يمكن للأعزاء أن يرجعوا إلى هذه الروايات وكذلك ما ورد أعزائي في مصدر آخر أيضا شرح السنة أعزائي شرح السنة للإمام البربهاري اللي هو شرحه المدخل الجزء الثاني هذا أني أرجعوا إلى هذا الكتب لأنه كتب أعزائي مهم وكذلك الترمذي وكذلك الدار قطني وغيره وغيره ولذا هاي الجملة معروفة عنهم إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه مبتدع وفي نص آخر أنه فيه زندقة إذا وجدت إنسان يريد أن يبعد النص الروائي عن الدين اعلم أنه ماذا إما جاهل وإما ماذا إما صاحبه بدع هذا أعزائي الأصل الأول الأصل الثاني الأصل الثاني أعزائي وهو الذي واقعا مهم جدا أن يلتفت إليه الأعزاء فلا يتبادر إلى ذهن البعض أن هذه من مختصاتنا لا والله ولكن مع الأسف الشديد أنه لا يوجد عندنا اطلاع كامل على تراف الآخر أعزائي كونوا على ثقة في بعض الأحيان أنا أتأسف أن هذه الحواشي لا أقولها لا أعزائي هذه العناوين لا أبينها هذه الحالة المذهبية هذه الحالة المذهبية مالتنا أبعدتنا عن تراث الآخر وفي تراث الآخر كثير من القضايا كونوا على ثقة إن لم تكن أهم مما هي موجودة عندنا فلا تكون أقل أهم مما موجودة في كتبنا ومصادر ولكن هذا الحالة التخندق المذهبي أدى بنا أنه فقط اللي موجود في كتبنا ومصادرنا نقبل أما ما موجود في كتب ومصادر الآخرين نقبل أو لا نقبل كلها ضعيفة ساقطة كاذبة وإلى غير مع أنهما النبي ولا إما عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا لنا الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أينما وجدها أينما وجدها إلا في البحار يعني يعني إذا لقيناها بالبخاري من أخذها إذا وجدناها في أي كتاب من آخر من أخذها وجدناها في تراث البوذية والكونفشيوسية نأخذها أو من أخذها والله نروح نأخذها ولكن مع الأسف الشديد أعزائي تعالوا اطلعوا من هذا التخندق الفكري يعني التخندق العلمي أنا أعبر عنه يعني ماذا يعني له كتابك له شنو له ما تقرأ لا مو صحيح هذا أسأقرأ لك أنا مجموعة من الروايات شوفوا النظائرها موجودة في كتبنا بهذا الشكل أو ما موجودة أعزائي المصادر أعزائي بعض الأعزة حتى لا يلتفت إلى أن يكتب المصدر وهذا يكشف لي بيني وبين الله ما جاي لطلب العلم لهالمجلس هذا واقعا أقولها صريحة لأن هذه المصادر سنين أنا مشتغل عليها لأبين أهمية وضرورتها أبين لكم أهم المصادر الموجودة مثل أعزائي مثل كتاب الكافي مثل كتاب الاستبصار مثل كتاب من لا يعضر الفقي مثل هاي الكتب اللي موجودة عندنا هاي الكتب موجودة المصنف وهؤلاء عموما يعدون في مشايخ البخاري فضلا عن الآخرين المصنف لابن أبي شيبة المتوفى 235 من الهجرة هناك ينقل مجموعة من الروايات في الرواية 26957 الرواية هذه كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله التفت إلى العبارة شنو شيت أكتب ها كل شيء يصدر من فمه الشريف بعض الصحابة شنو كان يكتب وين هنهدن وين كلها حرقها الخليفة الأول والثاني والثالث كلها حرقوا مو فقط حرقوا هذا الني حرقوا حتى المصاحف التي في حواشيها روايات ماذا النبي الأكرم لأنه كثير من الصحابة من شان يكتب الآية المباركة ابحاشية شنو يكتب ها توضيحات وبيان من تبين من رسول الله فعثمان شنو سوى بعنوان توحيد المصاحف السوى مولان ها يا مصاحف حرق حرق هاي المصاحف اللي عليها يعني حديث رسول الله لابد أن يقضى عليه المهم يقول كل شيء أسمعه من رسول الله وأريد حفظه فنهتني قريش عن ذلك هذا من اصطلاح احفظوا أعزائي قريش في الروايات عندنا وفي الصدر الأول عندما يطلق عموما يراد به بنو أمية قريش مو مطلق قريش وإلا من كثير من قريش آمن وماذا برسول الله وهذا من قريش ولكنه علية أهل الحل والعقد اللي كانوا بنو أمية وأمير المؤمنين في نهج بلاغة يقول ما كنت أعلم أن قريش تنازعني الأمر والذي نازعوه الأمر خلق مو كل الناس وإنما نازعهم بنو أمية وأتباعهم علي لهم وقالوا تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول الله يتكلم في الرضا والغضب فأمسكته خلق بشر كأي بشر إنما أنا بشر مثلكم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله قلت يا رسول الله منعوني أن أكتب أنا ما أدري أكتب لو ما أكتب انظروا إلى هذه العبارة أعزائي واحفظوها قال فقال قال فقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق قد أنت تحتاج بعد تروح إلى رواياتنا حتى تثبت عصمة النبي ما يخرج من ثمه إلا ماذا إلا حق يعني رسول الله معصوم فقط في الأمور الشرعية لو حتى في الأمور الدنيوية لأنه ما كان يخرج من فمه فقط الأحكام الشرعية ها لو الأمور الدنيوية أيضا إذن بعد ارمي بعرض الجدار رواية أنتم أعرفوا بأمور دنياكم ارمي عرض الجدار برواياتكم أنتم بعد ما كان يقوله في الموضوعات لا في الأمور الدنيوية أو الأحكام كان حقا أو ليس بحق لأنه الآن عندنا مشكلة حتى عند بعض علماء الشيعة المعاصرين أنه رسوله أن الرسول الأعظم ولا إما معصومون في الموضوعات أو ليسوا بمعصومين في الموضوعات يعني أسأل فلان بالأمس يا رسول الله فلان شان ماكي الدجاج له ماكي السمج مولان فهل يمكن أن رسول الله لا يعلم يقول شان ماكي الدجاج وهو ماكي السمج مثلا هذه موضوعات له أحكام هذه يسأل فلان أن هذا أبو ذار له غير أبو ذار يقول اشتباها فلان وإذا يطلع منه شخص أخر معقول أو غير معقول هذه الروايات شو تقول ها ولذا أنتم ارجعوا مارد أجيب الأسماء عندما يأتي بعض المعلقين على بعض الكتب الفقهية يقول القدر المتيقن عصمته في غير الموضوعات هذه كلمات علماء ماذا هذه كلمات علماء الشيعة أو بعض علماء الشيعة بعضهم ولا موكلهم من أعلامنا المعاصرين نجف وقم بلا فرق كتبوا الكتب كتبوا الكتب في المجلات والرجاء والجرائد وأنه أساسا ما عندنا دليل على أن النبي ولا إما لهم عصم أين في الموضوعات نعم في الأمور مرتبطة ببيان الدين لهم عصم هذا مورد أعزائي الرواية التفت أعزائي والله عشرات المصادر عندي لها وهي من الروايات المجمع عليها عندهم يقول الرواية يقعبر عنها التفتوا جيداً الرواية بعد أن ينقلها يقول والحديث صحيح رواه فلان ورواه 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 عشرات المصادر في هذا المجال هذا مورد أعزائي المورد الثاني ما ورد في مسند الدارم المعروف بسنن الدارم المتوفى 255 من الهجرة الرواية أيضاً قال فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء ورزو الله بشر يتكلم في الغضب والرضى فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك رزو الله فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق إسناده صحيح أخرجه وأخرجه وعشرات المصادر في هذا المجال الرواية أيضاً في مسند أحمد أعزائي وردت في مواضع متعددة هذا المجلد الحادي عشر الوردت في المجلد الحادي عشر الرواية في صفحة 58 وصفحة خمسمائة وثلاثة وعشرين وصفحة خمسمائة وثلاثة وتسعين وكذلك أوردها أيضاً الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة أعزائي المجلد الرابع وهي رواية أعزائي ألف وخمسمائة وثلاثين أكتب فوالذي بي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق وكذلك صحيح سنن أبي داود للألباني وكذلك أعزائي من الأعلام المعاصرين المهمين عند القوم هو العلام الوادعي أعزائي من أعلامهم المعاصرين المقبولين عندهم يعني الوادعي أو الألباني إذا صححوا بعد ما أعدهم كلام ماذا عليه وهو إمام السلفية في اليمن العلام الوادعي العلامة والآن الكتب التي كتبت على السلفية عموماً كانت مناقشة لأفكار منه لا في اليمن أفكار الوادعي عند كتابه ويقيم في هذا المجال أعزائي تحت عنوان الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين يعني أيضاً من قبيل الحاكم النيسابوري اللي أخرج الروايات على ماذا ولكن هو يأدق من الحاكم النيسابوري هناك أعزائي في الجزء السادس أيضاً تحت عنوان ما ينطق عن الهواء يخرج الرواية الجزء السادس صفحة 163 وكذلك يخرجها في الجامع الصحيح له الجزء الثالث أعزائي صفحة 368 رقم الرواية 2166 لا يقول إلا الحق حسن بينك وبين الله أنت تحتاج لإثبات العصمة المطلقة لرسول الله بعد أدلة من الكافي بعد تحتاج روايات البحار تحتاج روايات كتبنا مثلاً ما رد أقول بأنه نستغني عنها لا وإنما من ثمك أدينك ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم هم يقولون هذه الروايات إذن أعزائي بعد الروايات الواردة في الحسن في الحسين في أمير المؤمنين في الزهراء في في الروايات الواردة في ذنب بعض الصحابة في معاوية في مروان في بعض الآخرين هذه كلها شيء صرحة عزيز ها حق لا ريب فيه شوان أصل أصيل هذا فسأنت روح إلى كتبنا بيني وبين الله خصوصاً على مباني سيدنا الأستاذ السيد الخوي قد تكون بعض الروايات موجودة في كتبنا الروائية ولكن مع هذا المبنى الرجالي بعد صحيحة لو من صحيحة تعالوا أعزائي انفتحوا على تراث الآخر وحقكم تجدون ما لا تصدقون ولذا هذه الدعوة أنا قلتها مراراً والآن مؤكرها أكررها للأعزة قلت أنا شخصاً عندي استعداد أن كل كتب الشيعة أضعها جانباً وكل ما نحتاجه من عقائد مدرسة أهل البيت لا أقل الحد الأدنى أثبتها ممن؟ من مصادر السنة وبأهم رواياتهم المعتبرة الصحيحة من أهم كتبهم الروائية بينك وبين الله مذهب قائم على هكذا أسس بعد هذا واقعاً يفتخر الإنسان به أو لا يفتخر علي الأحوال إذن أعزائي تعالوا واقعاً دعوتي للأعزة الذين هم أهل مطالعة أهل تحقيق ويردون يراجعون أعزائي تعالوا إن فتحوا على تراث الزيدية وعلى تراث السلفية وعلى تراث الوهابية وعلى تراث ابن تيمية وعلى تراث المصادر الروائية كلها إن فتحوا تقول لي زيدنا قابل العمر جيد أقول جيد جداً مهم لابد تشتغل هذا العلم هذا العلم وإطمئنوا إن الله إذا وجد فيكم صدق النية واقعاً يجعل البركة في أعماركم اطمئنوا أعزائي والله مسيرة المائة سنة يطويلكم معها في عشر سنوات عنايات إلهية أم من باب المثال كما طواها الله سبحانه وتعالى للنبي ولا إما هؤلاغ ما درسوا ولا كتبوا وإنما كانوا من مطون أمهاتهم ماذا يعلمون من أين عرفوا هذا الله سبحانه وتعالى عند عنايات إن لربكم نفحات ألا فتعرضوا لها نفحة واحدة تغنيك عن مئة عام بحث وتحقيق إذن هذا هو الأصل الأول وهو أن السنة ضرورية لفهم المعارف الدينية ولا يمكن الدخول إلى فهم الدين من غير ماذا من غير السنة المقدمة الثانية تأتي والحمد لله رب العالمين سلين صاد قلوبا أممي بجمال وشرف حل في ساحة وادي سلمي وعلى رتن ورد ليس في العرب ولا في العجم مثله رطب الجسس صحت لما حل في المنتزم وعلى حجر ورد آياء خلقين وبان العلبي مدد الله مدد